كونوا بخير كل عام وانت بخير بمناسبة حلول الشهر رمضان الكريم ينعاد عليكم بالخير وبالصحة وبالعافية يلا نصلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ مع بعض حلقتنا طبعا اليوم رح نعمل فراخ ما شوية بالفرن تعال اقول لكم على التكبيلة الحلوة الرهيبة الخطيرة طبعا انا هنا معايا فلفل حر فلفل حلو بصل كزبرة شبت حامض او لمون بندورة والطماطم طبعا التوابل اللي معانا بابركة بهارات الفراخ كركم فلفل أسمر كمون الله مصالح سيدنا محمد السبع بهارات طبعا ومعانا الخل كباية خل طبعا مش هنحط الكباية هنحط معلقتين منها هنخلط المكونات كلها دي بالخلاط طبعا هتبقى الطعم ولا أروع من كده والعيال بيحبوها عندنا كده وعلى طول بيقولونا عملينها بالطريقة هاية لانها فعلا طريقة ولا أشهى من هيك طبعا احنا هنا هنقطع الخضرة بالخلاط طبعا مش هنحطها كبيرة عشان تمشي بالخلاط طبعا زي ما تقول مش عايزة فلفل حامي او فلفل حار ما تحطيش حسب الرغبة خليكم ماشين معاي بنفس الخطوة واجربوها اكسم بالله الطعم ولا أروع من كده طبعا انا لقيت انه مش رح تاخد الخلطة مرة واحدة بالخلاط فضيتهم بالبولة هنخلطهم مع بعض وحنعملهم عمرتين طبعا كزبرة وشابت زي ما قلتلكم البهارات حطناها معلقة كاري معلقة بصل بودر توم بودر كوركم بابركة انا نسيت مساعدة كمون فلفل أسمر ايش ما عندك بهارات حطة مش شرط يعني هتبقى حلوة والله بالبهارات اي بهارات موجودة عندك حطيها طبعا هنا انا بحط الخلطة عشان نضربهم بالخلاط هنحط معلقتين خل طبعا والبهارات زي ما قلنا حسب رغبتك حسب ما تحب تحط انت طبعا حط معلقتين زيت كمان يعني بكل مرة بكل ما اخلطهم وحط معلقتين زيت هنا حطيت كمان كوباية مية صغيرة عشان تمشي معاي الخلطة بالخلاط هنا هنرص الفراخ بالصينية طبعا انتركتها عملتها يعني بالليل حطتها بالتلاجة عشان تشرب التتبيلة بتاعتها والحدء بتاعها انت لو مستعجلة فيك تتبيليها مثلا الصبح وتعمليها العصر عادي قبل الفطار كده ينعد عليكم بالخير وبالصحة وبالعافية يا رب هنا خلصنا زيت بنت الفراخ طبعا حنركنها عجان بقى انا هنا كنت بعمل محشة بس مصورتش معاك الطريقة لانو كلنا بنعرف نعمل محشة اعملته يعني جنب الفراخ اشوفوا انا ما بعرفش الف زي المصريين على ايدي بلف كده بس شوفوا ما احلاها ابهة بوردتكو انه صابعين كيف انا بلف يارب يكون الفيديوهات اتعجبكم وتمنى تدعموني باللايك وتشاهدوني الفيديو حتى لو تلات دقائق مش راح اقولكو اربع دقائق عشان متوقعوش الفيديو وبنضيع تعبنا على الفاضي هيك انا خلصت طبعا حطيت عوشن شوية زبدة بيخليله طعم حلو كده وهاي الفراخ كمان انا كل دي عملته قبل بيوم طبعا فهون بعد ما طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله كانت الريحة ايه روحة هين كان حلو الفطور احنا بنحب التكبيلة بتاعتها كتير بنغمس فيها شوفوا ما اجملها وما احلاها وهون حطينا جهزنا الفطور وينعد عليكو يا رب الصحة وبالعافية ولمضان كريم وتصبحوا على الف خير وما تنسى اللايك لسوسو واللي مشتركش بالقناة يشترك واللي ما فعلش الجرس يفعلو باي باي حباي بي حباي 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 hingسنت